نظمت مفوضية مرشدات الشرقة مبادرات أغرس باختيارك والتي تستهدف المنتسبين للمفوضية والمشاركين من الدوائر المحلية والأفراد للتوعية البيئية والمحافظة في الثروة الخضراء وذلك في مقر مفوضية مرشدات الشرقة بضاحية الابدع تزامنا مع أسبوع التشجير في دولة الإمارات العربية المتحدة نظمت مفوضية مرشدات الشرقة مبادرة توعوية تعلل حس البيئي والطبيعي للزهرات وأفراد المجتمع كافة وهي مبادرة أغرس باختيارك التي جاءت لتسهم في الحفاظ على النباتات المحلية نحن كل سنة نشارك في هالفعالية العام كان أغرس غافة هالسنة حبينا أن يكون شيء مميز اللي هو أغرس باختيارك نعطي فرصة حق المشارك أن يختار الشتلة اللي بيزرعها فعدد المشاركين 150 مشارك زهرات ومرشدات وأيضا عدد من مؤسسات حكومية وخاصة الشتلات اللي اخترناها هم حنة وسدر ونخل وهي هذه الشتلات تعد من أهم النباتات في دولة الإمارات تعرف المشاركون والزهرات خلال هذه المبادرة على أنواع من النباتات المحلية وطبيعة المناطق المناسبة لها بطابع مسلي وتوعوي بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الثروة الزراعية وما تذخر به الإمارة من أنواع النباتات شاركت في فعالية أغرس باختيارك في مفوضية مرشدات الشارجة وقررت أني أزرع النخلة لأنها هي أساس الإمارات طبعا اليوم شاركنا في فعالية أغرس باختيارك اللي نظمتها مفوضية مرشدات الشارجة طبعا الهدف منها بيئي اللي هو زيادة الرقعة الخضراء تم توفير العديد من الشتلات مثل النخلة والصدر والحمنة وطبعا شاركنا بأن زرعنا كذا شتلة في الأمكان مبادرات وبرامج توعوية تهدف إلى نشر الثقافة الزراعية بين الفتيات والأفراد في المحافظة على الأشجار والنباتات المحلية من خلال اختيار الشتلات وزراعتها كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تسعى المفوضية إلى ترسيخها في نفوسهم للحفاظ على الثروة الخضراء ومحاربة التصحر بهدف توعية المنتسبات لمفوضية مرشدات الشارقة جاءت مبادرة اغرس باختيارك التي تنظمها المفوضية لأخبار الدار هويد الشرقي الشارقة